بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لا حق علينا والحاضرين وسائل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين والمستمعين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في القول والعمل قال الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبدالله رحمه الله وأجزل له الثواب في رسالة إلى عالم من أهل المدينة قال في تكملتها رحمه الله فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم إذا قال القائلون لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قالوا هذه المقالة وهي إنهم يكفرون بالعموم قال الشيخ سبحانك هذا بهتان عظيم فالشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لم يكفر بالعموم وإنما كفر من كفره الله ورسوله ولا يكفر بالعموم كما يقول أعداء الرسل نعم أحسن الله له قال رحمه الله الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد ويسميهم الخوارج ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد نعم هذا هو الذي يكفره الشيخ محمد بن عبدالوهاب يكفر هؤلاء الذين يكفرون أهل التوحيد كفرون أهل التوحيد ويكونون مع عبدة القباب التي يبنونها ويعظمونها ويشركون بالله فيها نعم يعني يا شيخ الشيخ يكفر الذي يعرف التوحيد يقول نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله ويعرف الشرك وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد ويسميهم الخوارج هؤلاء هم خصوم الدعوة الذين يدعون إلى الله ويبينون ما فرضه الله على عباده وما نهاهم عنه سمونهم بالخوارج يعني كأن الدين عندهم هو ما عليه الناس في وقتهم وما عليه الناس في وقتهم وأن الذي يخالف ما عليه الناس مع أنه شرك سمونهم بالخوارج وفي الحقيقة وفي الحقيقة أن الخوارج وصف ينطبق على من قال هذا الكلام الذين خرجوا عن دين الله وسبوا الدعاة إلى الله المخلصين في دعوتهم سموهم بالخوارج سموهم بالخوارج نعم هم خرجوا على أهل الشرك وخالفوهم وأمروا بما أمر الله به ونهوا عما نهى الله عنه فهم ليسوا الخوارج هؤلاء أتباع الرسل وإنما الخوارج هم الذين خرجوا عن دين الله وخالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فإنه لا يفيدهم شيئا وإنما هو خجة عليهم إقرارهم بتوحيد الربوبية خجة عليهم نعم قال رحمه الله ولكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا يقول الشيخ رحمه الله نسأل الله الكريم لا أكرم من الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم العرش العظيم الذي استوى الله جل وعلا عليه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وهو سقف المخلوقات العرش هو سقف المخلوقات استوى الله جل وعلا عليه استواء يليق بجلاله وليس بحاجة إلى العرش وإنما استوى عليه لأن هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه نعم قال الشيخ رحمه الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه نسأل الله أن يرينا الحق حقا لأن أكثر الناس التبس عليهم الحق بالباطل فكفروا بالله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ما يكفي أنك تعرف الحق ولكن لا بد إذا عرفته أن تمتثله وأن تسير عليه وإلا فمعرفتك بالحق وأنت لا تعمل به هذا من التلبيس على الناس ومن مخالفة ما جاءت به الرسل لأن من عرف الحق أجب عليه أن يتبعه ولا يخالفه نعم أحسن الله وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وكذلك ما يكفي أنك تعرف الباطل تقول أن أعرفت الباطل بل لا بد أن تسأل الله أن يرزقك اجتنابه لأنك إذا عرفت الباطل ولم تجتنبه فإن علمك هذا بالباطل لا يفيدك شيئا من غير أن تتركه وأن تبتعد عنه هذا هو العلم النافع نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل والله جل وعلا ما جعله ملتبسا بل بيّنه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه أهل العلم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يزال أهل الباطل تمسكين بباطلهم مع علمهم أنه باطل فهم لم يعملوا بعلمهم نسأل الله العافية نعم قال رحمه الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله قل للمشركين ومنهم صاحب البردة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بما يحبه الله فاتبعوني يخببكم الله هذا الجزاء ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله ويكون عندك معلوما أن أعظم المراتب وأجلها عند الله الدعوة إليه أعظم المراتب وأحب المراتب إلى الله الدعوة إلى الله يكون عندك معلوم بهذا ما يكفي أنك تعرف الحق ولا تدعو إليه تعرف التوحيد والشرك ولا تدعو إلى التوحيد وتهذر من الشرك هذا علم حجة عليك لا ليس حجة لك عند الله وإنما هو حجة عليك إلا إذا عملت به صار لك حجة عند الله عز وجل نعم قال ويكون عندك معلوما أن أعظم المراتب وأجلها عند الله الدعوة إليه التي قال الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ نعم ما يكفي أنك تعرف الحق ولا تدعو إليه بل لا بد أن تدعو إلى الحق الذي عرفته وتحققت منه لا بد أن تدعو إليه وإلا فما الفائدة من علمك بشيء وأنت لا تدعو إليه ولا تخث على اتباعه وتسكت عن الباطل أنت لم تعمل بعلمك وعالم كما قال الشاعر وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفي الحديث والله لا يهدي الله بك رجلاً واحداً من حمر النعم نعم قال صلى الله عليه وسلم والله أقسمنا عليه وسلم هو الصادق المسدوق لأ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم يعني الإبل الحمر لأنها أنفس أموال العرب نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أحسن الله إليك والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم هذا حث على الدعوة إلى الله دعوة المسلم أو دعوة غير المسلم إلى الإسلام كله شامل فالمسلم يدعى إلى الثبات على الدين والاستمرار على الحق يحذر من كيد الشياطين الشياطين الإنسي والجن يحذر منهم لأنهم يريدون أن يفسدوا ما هو عليه من هذا الأصل العظيم أحسن الله ويدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي على المنكر لا شك هذا الأمر بالمعروف وأعظم المعروف التوحيد وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل هنا ينتشر الآن يا شيخ في بعض الأماكن من يزهد في دعوة الناس للتوحيد يقول هذا معروف الناس يعرفونه فانتقلوا إلى أشياء أخرى أو ردوا على الفلاسفة أو ردوا على كذا أما التوحيد فالناس يعرفونه ما يحتاج إنا هذا كذب يقولوا أن الناس يعرفونه هذا كذب ما كل الناس يعرفون التوحيد ما يعرفه إلا أهل العلم الراسخين في العلم يعني معرفة دقيقة ومعرفة صحيحة ما يعرف التوحيد إلا أهل العلم وأتباع أهل العلم أما أكثر الناس فإنهم يجهلون التوحيد ولو سألتهم ما أجابوك عن التوحيد لأنهم لم يهتموا به نعم الطواف على الأضرحة والسجود للصنم نسأل الله سلامه العافية طواف عبادة وإنما يكون الطواف ببيت الله العتيق ولا يجود أن يطاف على قبر ولا على الصنم ولا على أي شيء طواف عبادة عبادة لا يكون إلا طواف بالبيت العتيق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى البيت العتيق ما تتقرب إليه تقرب إلى الله نعم الآن يا شيخ بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكن يوجد من الناس من يعظم شيخة في الطريقة أو كذا فنجد أنهم مثلا إذا جاءوا إليه يحبون حبو وبعضهم يسجد له هو حي أمامه يسجد له أو يحبو إليه حبوا تعظيما له هذا من الغلو والعياذ بالله وهذا يقود إلى الشرك إلى أن يجعل هذا المعظم شريكا لله عز وجل وأنه ينفع ويضر وأنه يأنه نعم عبدوهم من دون الله عبدوا علماءهم من دون الله عز وجل أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين